برنامج المرأة الأفريقية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ينطلق على شكلة مخيم صيفي بجامعة محمد النسادس متعددة التخصصات التقنية 34 مشاركة من 11 بلدا تم انتقاؤهن من 150 ترشيحا يشاركنا في هذه النسخة الأولى من المبادرة التي ترمي إلى دعم القدرات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي تسترق المسألة كيفية النساء الأفريقيات يمكن لهم يساهموا في تطوير القرى الأفريقية عن طريق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة نحن بدنا مع هذه النساء الأفريقيات واحد المدة عملنا لهم دروس عن بعد والآن حضروا معنا هنا في آئي موفمنت وسنة محمد سيس بولي تكنيك وتركز هذه المرحلة من التكوين المكثف التي تستمر لأسبوعين على الريادة النسائية في القارة الأفريقية وعلى إمكانياتهن المهمة وقدراتهن على التغيير في القارة في مجالات كثيرة تتوزع بين الصناعة والفلاحة والتكنولوجيا والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الفاعلة في الحياة اليومية للقارة الأفريقية دور مؤسسة المكتب الشريف الفصفات تمثلوا في دعم التنمية المستدامة في المغرب والقارة الأفريقية على وجه الخصوصة ونعتقد أن التكنولوجيا والبحث في مجال الذكاء الاصطناعية يعد عاملاً حاسماً يساهم بشكل فعال لتحقيق التنمية بالقارة خاصة إذا كان هناك قواعداً لتطبيق آليات الذكاء الاصطناعية من طرف النساء المستفدات من هذا البرنامج ونعتبر أن العلوم تعد وسيلة من أجل تحقيق التقدم في مجالات الصناعة والفلاحة والصحة والبيئة على وجه الخصوص المشاركات في هذه المبادرة أتينا من مشارب متعددة ومن تخصصات مختلفة بتكوينات علمية متنوعة من الهندسة والبحث العلمي عدد منهن حاملات مشاريع وصاحبات مقاولات ناشئة ترغبن في المواكبة وتكوين عالي المستوى للمساهمة في التنمية المستدامة للقارة نعتقد أن برنامج الذكاء الاصطناعي مهم بالنسبة لنساء اللواتي تسيرنا المقاولات فهذا المجال يساعد كثيرا في تطوير العمل المقاولاتي خاصة في التدبير وتسير ونعتبر أنها فرصة مهمة للنساء المشاركات وبنهاية المخيم الصيفي من أسبوعين ستستفيد عشرة مشاريع من تمويل مجز ومواكبة حسيثة حتى بلوغ المشروع أهدافه المتوخات